وارجعنا لكم تاني ويمكن فقراتنا النهاردة مرت بسرعة جداً كان عندنا مجموعة كبيرة جداً من الفقرات بدأناها مع ماي في فقرة الصحافة بدأناها أكيد بالصحافة وقراء على أهم منشطات الصحف اليومية كان فيها أخبار كتيرة جداً النهاردة على المستوى المحلي وعلى مستوى الدولي وكان منوارنا فيها أستاذ مروان يونس الكاتب المحلل السياسي كان معنا كمان دكتورة سامية وبنتكلم عن حروب الجيل الرابع ودور الإعلام في مواجهة هذه النواية من الحروب كلمنا كمان مع أنرو سامي مؤسس فريق هافي كرو عن إزاي ممكن فعلاً ترسم ابتسامة على وش الشخص ممكن يبقى مهم بالنسبة لك ممكن ما يبقاش مهم خالص وممكن ما يبقاش فيه سبق معرفة تماماً ما بينكو لكن أنت حتكون سبب ساعدته في النهائة وأيضاً كان في ديافتي أستاذة نازج الألفي وهي رئيس نادي الروتريو كنا بنتكلم عن المشاريع اللي بيعملوها في منطقة المرجو وأيضاً استعدادتهم لشهر رمضان هبا ونبيلة كمان طلبة من كلية الأعلام جامعة عين شمس عاملين النهاردة حملة للتوعية بمرض الزهايمر إزاي ممكن أن يتم الوقاية منه وإزاي ممكن نساعد أي مريض زهايمر كمان كانوا موجودين معنا النهاردة في فقرة خاصة دي كان كل فقراتنا النهاردة أتمنى أن تكونوا استمتعتم بيها واستنونا بكرة وفريق عمل جديد إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة